بسم الله والصلاة والسلام على الرسول الله اهلا بكم من جديد معاكم احمد الجرنوسي ان شاء الله النهاردة هنشوف مع بعض زي ما احنا شايفين قدامنا مصداقية موقع يوجوف لربح 50 دولار كل ما بتحصل 5000 نقطة من خلال الموقع طبعا طريقة التسجيل والشرح كله كنت شرحته قبل كده في فيديو سابق طبعا التسجيل بالموقع والشرح بتاعه كامل وازاي تقدر تحصل نقط كتير في وقت قليل شرحته قبل كده في درس سابق على القناة بتاعتي من حوالي 4 شهور والنهاردة بالنسبة لي اول دفعة استلمتها من موقع يوجوف زي ما احنا شايفين قدامنا 50 دولار الموقع بيدي 50 دولار كل ما بتعدي ال5000 نقطة من خلاله اول ما بتعدي ال5000 نقطة بيطلب منك تكتب اسمك والعنوان بتاعك طبعا بتكتبهم بشكل مظبوط واهم حاجة الاسم يكون رباعي يعني بتكتب اسمك رباعي بعد كده بتروح اي فرع الويستر نيونيون زي احنا شايفين قدامنا ده ويستر نيونيون بيتم لفيه استمارة زي كده بالزبط وبتقدمها للموظف اللي هناك وبعد كده بيدي لك ورقة تمدي عليها زي دي كده بالزبط تمدي هنا والمبلغ اللي تحصله زي احنا شايفين قدامنا 50 دولار في البداية طبعا حابي بوضع حاجة مهمة جدا اني مش بحكي قصة حد عشان ما يجيش حد يقول برضو ان انا بقول اي كلام وخلاص انا بحكي تجربتي الشخصية بحيث ان الفايدة تعمى على الجميع ان شاء الله من خلال الدرس ده طبعا الموقع بيبعتلك باستمرار على الايميل او البريد اللي انت بتسجل به استطلاع زي كده فبيقولك ان عندك استطلاع وادخل كمله طبعا الاستطلاع ما بيكملش معك اصلا ثلاث او خمس دقايق وخلي بقلك ان اي حد بيسجل من خلال الرابط بتاعك بتاخد انت ربعمية نقطة كان الاول متين دلوقتي الموقع اكترهم للضعف بقوا ربعمية نقطة فعلى سبيل المثال لو ده الحساب بتاعي مثلا فيه دلوقتي تسعتاشر الف تلتمية وخمسين طبعا انت ما ينفعش تعمل استرداد للنقط اه على طول مرة واحدة بتعمل استرداد كل خمس تلاف يعني لو جيت على حساب يوجوف ده ودست الحساب دلوقتي هجرب معكم واعمل عملية استرداد فزي ما هم شايفين هنا حساب يوجوف لو عملت استرداد هينقص خمس تلاف وبالتالي هبعتلي استمارة على ايميل بتاعي بانه تم صدور خمسين دولار الكلام ده طبعا بياخد وقت ممكن تلات اسابيع او شهر بالكتير هم خلال شهر بعتولي الدفعة الاولى اللي انا وريتها لحضراتكم فبتيجي تدوس على استرداد طبعا هنا بيقولك اه استرداد خمسين دولار نقدا اه هيبدلهم وهيخصم خمس سلاف نقطة زي ما هم شايفين بتدوس على استرداد من هنا هنا بتيجي تكتب اسمك بالكامل باللغة الانجليزية تأكد ان هو اسم مصبوط وهنا بتيجي تكتب الاسم بالعربي طبعا يفضل ان هو يكون الاسم رباعي علشان طبعا الناس اللي عندها اسامي متكررة وكده بعد كده بتختار من هنا البلد بتاعتك وبتختار المحافظة او الولاية او المقاطعة بتاعتك التبع للبلد بعد كده بتختار المدينة اللي انت قاعد فيها بعد كده بتدوس على كلمة استرداد هنا فازل ما احنا شايفين كانوا تسعتاشر الف دلوقتي يبقوا اربعتاشر الف دلوقتي مفيش حاجة عليها غير اني استنى يبعتولي ايميل بتأكيد اه الدفع وخلي بالك انك لازم تقبض في خلال تلات اسابيع ما تحاولش تكتر المدة عن كده لان لو عد شهر على الدفع بتاعتك بتضيع من خلال اه وستر نيونيون هنا بقى الرسالة بتاع يوجو كاش بيمينت ده اختار باصدار حوالة نقدية فده طبعا بيأكد لك وبيبعت لك رقم الحوالة بتاعتك الرقم ده مهم جدا جدا لان ده الرقم انت هتستلم به اسمه م سي تي ان خمسين دولار امريكي وطبعا البلد المرسلة بتكون اه الامارات دبي زي ما وضحت من شوية يرجى تحصيل المبلغ خلال ما لا يزيد عن تلاتين يوم فانت طبعا معاك وقت انك تقدر تستلم اه الفلوس بتاعتك من خلاله وللناس اللي اول مرة تشوف الفيديو ده ان شاء الله هسيب لكم طريقة التسجيل وكل المعلومات اللازمة اه تحت الفيديو هو الموقع سهل ووسيط جدا ما فيهوش اي مشكلة ان شاء الله لكن داوم على انك دايما تكمل او تجاوب على الاستطلاعات اللي بتتباعت لك علشان يبعتولك باستمرار لان انت لو نفط او لو ما عملتش كذا استطلاع من اللي بيجولك هيقولوا ان انت مش مهتم في ابي التالي مش هيبعتولك اي استطلاعات بعد كده اتمنى يا رب اه اكون وضحت كل حاجة وياريت الفايدة عم على الجميع وفضلا وليس امرا بقى في الاخر ياريت تسجل اه في الموقع من خلال الرابط بتاعي زي ما انا افتتكم بالموضوع ده ما بخلتش عليكم بحاجة فياريت انتو كمان تسجلوا من خلال الرابط بتاعي وان شاء الله الفايدة عم على الجميع ولو اي حد عنده استفسار بخصوص الموضوع ده واي موضوع تاني ياريت يكلمني من خلال صفحة تكنو عربي على الفيسبوك او يسيب رد تحت الفيديو في الكومنتات وانا دايما بتابع تعليقات وبرد على الرسالة باستمرار واشوفكم في درس جاي ان شاء الله كان معاكم احمد الجرنوسي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته